السلام عليكم معكم امل كانت من ان شاء الله يارب هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير اولا كنبغي نعتدر على الغيب ديالي اللي كان بسبب المرض ورجعت لكم فيديو اللي هو جديد ومميز اللي ان شاء الله كنقترح عليكم سمن معمر او رغيفات معمرين بطريقة جديدة ومميزة كيجو احسن من البسطيلة بمليون مرة في المقلات بدون فرن بدون عجن ولمجهود كيجو مقرمشين ومورقين رائعين جدا اللي ممكن ان شاء الله تقدموهم بجميع الاوقات سواء من البطر للبثة كوجبة عشاء خفيفة كيفما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو فانا قدمتهم اليوم كوجبة عشاء خفيفة مع شربة العدس كيفما كتشوفوا معايا ركيجو مميزين ان شاء الله نخليكم تكتشفوهم وتكتشفوا باقي التفاصيل فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله بالنسبة المقادير العجين فهي سهلة جدا وبسيطة غدي نحتاجو لثلاث كؤوس من الدقيق الابيض ما يعادل 300 جرام طبعا كل كأس يزين 100 جرام غدي نضيف عليهم كأس الا ربع من دقيق الفينو واللي هو دقيق القمح الصلب او دقيق السميد الناعم جدا يمكن الاستغناء عنه اذا لم يتوفر القياس ديالو فهو 80 جرام نحتاج كذلك الى ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من زيت الزيتون او زيت المائدة على حسب المتوفر انا اضفت زيت الزيتون ربع ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات غير ربع ملعقة فقط وهنا نبدأو على بركتي الله بني سبال الماء فانا غدي نقصت بهد الكأس ديال العنبه طبعا فغدي نضيف الكأس الاول من الماء ما يعادل 160 ميلي نضيفو الماء تدريجيا حاولو ندوبو الملح في الاول باش ضغيه كتنسى جملينا مع الدقيق صافيو كنجمعو العجين وهاد العجين راه سهله بسيط بدون دلك ولا مجهود من بعد هنا كيف ما كتلاحظو فكنضيف الماء لانا عندي كيمية الماء مضبوطة فغدي نحتاجو الكأس ونصف بالضبط من الماء الماء يكون عادي ليس دافئ بالنسبة للمسمن كنضيفو الماء عادي ما يكونش سخون وما يكونش تاني بارد من التلاجة الماء عادي هنا كيف ما كتشوفو غدرت العجينة كيف ما كنقولو باش ضغيه ذاك الكلوتين كي تطلق وكي يسهل عليا انو العجينة بسهولة كتجمع بالنسبة لي انا في العجينة ديال المسمن ما كنخليهاش قصحة بساف وما كنخليهاش قتلتصق في اليادين يعني على هات الشكل باش يلا كتتلق راسها وما كتتعد بكمش في التوريق غدي ندهن العجينة ديالي بالقليل من الزيت وهنا كيف ما شوفو فبدون ذلك غدي نوضعها في بلاستيك غدائي نحكم عليها الإغلاق ونخليها الوقت اللي ننشي نصيب الحشوة فالوقت اللي غنصيبوا الحشوة انسالي وغدي تلقوا العجينة ديالكم ترخفات وغيسهل عليكم التعامل معها وكأنها مدلوكة غدي نغطيها ونمشي ونصيبوا الحشوة ديالنا بالنسبة للحشوة فدائما كسبقاء اختياري وعلى حسب المتوفر عندي زيت زيتون ضفت عليه بصلة مبشورة مع فصين من التوم غنخلي البصل والتوم حتي نزل القوام ديالهم على نار متوسطة من بعد منزل القوام البصل والتوم ضفت عليهم نصف حبة من الفلفل الأحمر مع نصف حبة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة جدا نسنعليهم كذلك حتي نزل القوام ديالهم ومن بعد غننضيف اللحم المفروم بالنسبة اللحم طبعا دائما كسبقاء اختيارية يمكن الاستغناء عنها بالنسبة البهارات عندي نصف ملعقة صغيرة كل من الفلفل الأسود الزعتر هذا عندي الزعتر المطحون الفلفل الأسود الزنجبيل والملح وطبعا البهارات فكسبقاء على حسب الضوء انا فقط هدي البهارات اللي غنضيف من بعد غنخلط العناصر جيدا دائما على النار متوسطة وفي الاخير غنضيف ملعقة صغيرة من معجون الطماطم اذا لم يتوفر معجون طماطم اضيفو حبس طماطم كبيرة مبشورة سوف نخلي الحشوة ديالي حتى كنزل القوام ديالها كالطيب نطفع عليها النار ونخليوها تبرد تماما هنا كنرجعو العجين غديلقاوه ما شاء الله الترخف وكأنه مدلوك شوفوا معايا ما شاء الله العجينة وكأنها مدلوكة كتصبح مطاطية هنا غدي ناخدو العجين ونقسموه الى النصف ثم كل نصف رجعوه ونقسموه الى نصف باش غدي نخرجوه اربع كويرات من العجين لانه في هاد المسمن غن نديروه كورة في قلب كورة كيف ما كتشوفوك ناخدوه كل قطعة ونحاولو اننا نشكلوها على شكل كورة حتى كنحصلو على هاد الشكل حتى كنحصلو على اربع كويرات اللي غن دهن الوجه دي لهم بالقليل من الزيت غدي نغطيهم ونخليهم غير واحد مدة دي الخمسة دقايق بينما بردت الحشوة ضروري لان الحشوة كنحتاجو لها تكون باردة باش ما تقطعش لنا العجين هنا من بعد ما بردت الحشوة تماما كذلك الكويرات كيكونوا ارتاحوا وكيسهل علينا اننا نبسطوهم ونورقو العجينة دي لنا بالنسبة للطوريق فكنورق العجين بواسطة الزيت في الاول فقط من بعد ما ورقت بالزيت تماما حتى كيبلينا سطح العمل كيف ما كتشوفو شوفو ما شاء الله العجين كيكون عاطي الطوع ومرتاح حاولو انكم تبسطو العجينة حتى بليكم سطح العمل يعني يورقوها مزيان صفي هنا من بعد ما كنبسط العجين جيدا على هاد الشكل فهنا عندي الزبدة المدابة نحاول اني نوزع الزبدة جيدا على العجين ومن بعد غدي نرش بدقيق الفينو اللي هو دقيق القمح الصلب او دقيق السميد الناعم جدا جدا ومن بعد غدي نطوي العجينة على 4 بحلي كنصيبو المسمن ومن بعد غدي نرش وحد الرشة خفيفة من الزبدة وصفيك نحاول اناني نبسط العجينة جيدا كيف ما كتشوفوك نحاول نجبد العجينة ونرجع نرققها مزيان باش ميجينيش لمسمن مدقص كيجي مورقو مقرمش هدي الكورة الاولى بسطها وجمعتها على 4 على شكل رغيفة كيف ما هو معروف الكورة التانية بنفس طريقة غدي نرش سطح العمل بالزيت ونبسطها رقيقة على هالشكل تيبا ليه سطح العمل من بعد غدي ندهنها بالزبدة مزيان كاملة من بعد ما غندهنها بالزبدة غدي نرشها بدقيق الفينو باش كتجيني حرشها باش المسمن يجيني حرش وكيجي لديهت صراحة في المدق ديالو ومن بعد غدي ناخد المسمنة الاولى او الرغيفة الاولى وغدي نوضعها في الوسط ديال العجينة ونصد عليها على هات الشكل يعني غدي ندير مسمنا في قلب مسمنا ونعود نضيف شوية ديال زبدة ونصدها على هات الشكل هنا كيف ما كتلاحظو كنجبت العجينة مزيان كنحاول نبسطها ونورقها باش كتجيني يجي المسمن ديالنا امورق صافي كيف ما كتلاحظو نحاول نخرج غير الهواء من العجين غنرجع ندهن واحد شوية ديال زبدة وصافي كنرجع نطوع على هات الشكل وصافي غدي نوضعها جانبا نترتاح ونغطيها ببلاستيكا ونخليها ترتاح بنفس الطريقة جوج كورة ندير لهم بنفس الطريقة غدي نبسط الكورة اللولا حتى ترقاق وندير في قلب منها الرغيفة الثانية صافي داباولو عندي جوج ديال الرغيفات كبار يعني في هوم وحدة في قلب وحدة غدي نبدأ بأول الرغيفة شكلتها في اللول كندهن سطح العمل بالقليل من الزيت يعني كنلقاها رتاحت وكنحاولو نبسطوها ونرققوها على هات الشكل حاولو ما ترققوهاش بزاف تيبليكم سطح العمل غير بسطوها تكون يعني متوسطة ما تكونش رقيقة بزاف وما تبقاش غليدة تانية بزاف على هات الشكل كيف ما كتشوفو معايا يعني ما ترققوهاش بزاف باش متخرش لكم الحشوم نجيو تشكلوها كان اخدو قطاعات البيتزا أو سكين سكين وكان قسمو منها النصف ومن بعد غنرجعو نقسمو على ثلاثة على هات الشكل غديعطيونا ست مستطيلات يعني ستا ديال المسمنات يعني كل رغيفة غتعطيكم ستا ديال المسمنات أو ستا ديال الرغيفات في المجموه غتحصلو على 12 هنية كناخدو كل قطعه كنحاولو اننا نرققو الجوانب ولكن كنخليو الوسط يكون اغليد وضروري هاد الناصحة اللي عطيتكم بانو كل مستطيل ديال العاجين كتخليو الوسط ديالو يكون متين يعني يكون غليد وكترققو الجوانب لانو الوسط هو اللي كتكون فيه الحشوة باش متخرش لكم الحشوات ديما في الوسط كنخليو شوية غليد وكنرققو الجناب من بعد وضعت الحشوة يعني كتديرو غير معلقة كبيرة ديال الحشوة و القليل من جوبنات الموزاريلا او اي نوع جوبن عندكم وسفي كم دون جمعو جناب على هاد الشكل حاولو كتجبدو جناب على هاد الشكل استعنو بزلافة لانها كتسهل لكم انكم جمعو الكورة وكتحصلو على كورة مدورة ومتناسقة سفي هنا كنحاولو نجمع العجينة مزيان حتى كنغطي الحشوة ديالي كاملة كنتأكد انو الحشوة ممقتش كتبان سفي كنضغط جيدا بالاصابع ديالي ومن بعد كنقلبو الزلافة على هاد الشكل وكتحصلو على مسمن مدور على هاد الشكل وهنا نعود معاكم واحدة اخرى هنا بدلت الزلافة لان هادك الزلافة كانت كبيرة شوية وهنا خرجو مسي منات صغيرين كيجيو صراحة مسي منات رائعين بحل بسي طلات صغار كيجيو غزالين شوفو معايا كان نرقق الجواني بديل العجين هدي هي المرحلة اللي مهمة في هاد الشي كامل هو انكم تخلي وسط العجين يبقى غليد يعني ما ترققوش الوسط ديال العجينة باش ما تخرش لكم الحشوة ومن بعد كندير معلقة كبيرة ديال الحشوة انا قسمت الحشوة لتناش لان عرفت غدي خرجو لي تناشر مسمنة ومن بعد كندير جبنة الموزاريلا وكنجمع الجوانيب ديال العجينة على هاد الشكل دكشي باش كان قوليكم خليوا الوسط يكون غليد ديال العجين باش الحشوة عفوا باش الحشوة متخرش لكم من العجينة منين جيو تقلبوها صفي على هاد الشكل صفي كان قلبوها وكنحصلو على مسمنة كتشبه البسيطلة صغر صراحة كيجي شكل ديالهم مميز نعود معاكم واحدة اخيرة كندهنو زلفة بشوية الزيت وكنبسطو الجوانب ونخليو الوسط يكون غليد كنوضعو العجين في زليفة لها تشكل ومن بعد كنجيبو الحشوة ديالنا كنوضعوها في الوسط ملقا ملعقة كبيرة من الحشوة ومن بعد غدينديروه جبنة الموزاريلا صفي طريقة ليه سهلة جدا جدا وشفتوا معايا الطريقة السهلة بدون عذاب ولا مجهود ما كتاخدش لنا الوقت ابدا وكنجمعوهم على هات الشكل وكنجمعو العجين في الوسط مصافو نضغطو بالاصابع ديالنا على هات الشكل وكنقلبو زليفة ديالنا باش كنحصلو على مسمنا مدورة وانا غنستمر بنفس الطريقة حتى غدي نكملهم كاملين حتى ديك المسمنا اللي بقتلية الاخيرة حتى يبسطها وقطعتها بنفس الطريقة وعمرتو مخرجو لي ستة يعني ستة وستة اثناش ما شاء الله نجيو لطريقة ستة اللي هي سهلة جدا في مقلات كتضيفو القليل من الزيت كتسنو على الزيت حتى كتسخن يعني القليل جدا من الزيت غير رشة من الزيت ماشي بساف كتسنو على الزيت والمقلات حتى تكون سخونة النار كنا اكد عليها تكون اقل من المتوسطة ما تكونش النار بجهدا باش كيطيبوا هاد المسمنات من الداخل ومن برا كيتحمروا وكيوصلهم طيب حتى من الداخل وكنوضعوهم على هاد الشكل وانتظرو عليهم حتى كيتحمروا مزيان من التحت من بعد ما كيتحمروا من التحت جيدا رهم كيتنفخوا ما شاء الله كتقلبوهم الى الجهة التانية على هاد الشكل باش كيتحمروا من الجهتين طبعا بنسبة الاخوات اللي غيسولوني وش ممكن توضعوهم في الفرن طبعا ممكن انكم توضعوهم في الفرن فهاد الطريقات قدروا تطيبوهم في المقلات او في الفرن فانا اعطيتكم جوش ديال الطرق بنسبة لطريقة الطهو حتى في المقلات رهم سريعين رضغي كيوجدو يعني ما كياخدوش الوقت غير هو النار حاولوا ما امكان النار تكون اقل من المتوسطة وشوفوا ما شاء الله را كيتنفخوا وهنا من بعد ما كيتحمروا من الجهتين تأكدو انهم تحمروا من الجهتين مزيان سوف غادي نمضعوهم في صحن التقديم على هاد الشكل ضروري كنوا تحمروا را هم كيجوا مقرمشين ما شاء الله حتى ولو في المقلات را هم كيجوا مقرمشين كيجوا صراحة بحل شي بسيط لهات الصغار كيجوا رائعين جدا جدا كنتمنا صراحة انكم تجربوا هاد المسيمينات لو فعلا كيجوا لدادين لدادين بزاف و سوف غادي نستمروا بنفس الطريقة كانوا وضع دي مع المسيمينات ديالي في مقلات اللي تكون ساخنة كانت سنعليهم حتى كيتحمروا من تحت شوفوا ما شاء الله كيفاش كيتنفخوا و اتلاحظوا انهم انتفخوا بحلي اللي كانوا في الفرن سوف نقلبهم من الجهة الثانية حتى تأكد تماما انهم طابوا اللي كنأكد عليها وهي انه النار تكون اقل من المتوسطة كنا رجعوا نأكد عليها سوف نستمروا بنفس الطريقة حتى نطيبهم كاملي و في الاخير انا هنا قدمتهم كوجبة عشاء خفيفة مع شربة عدس صراحة كيجوا رائعين جدا جدا ما شاء الله كيخرجوا كمية اللي هي كبيرة 12 مسملة بحل البسطة لو سمعوا معي ما شاء الله القرمشة هنا كانوا باقين سخانين بساب صراحة كيجوا مقرمشين و رائعين جدا بحل شي بسيط لات و بنسبة الاخوات اللي غيبغيوا المقادير ديال شربة العدس غدي نخليها لكم تحت مكتوبة في صندوق الوصف رجعوا لها الوقت اللي بغيتوا بنسبة الاخوات اللي غيبغيوا يديروا نفس الوجبة شوفوا ما شاء الله معايا كيفاش كيجوا مقرمشين و كيجوا خفافين صراحة كانت سمنى انكم تجربوهم و بشدة واعتمدوهم لانهم ساهلين في الاوقات اللي كتكونوا حيرين شنو توجدوا اللاشاء او بحال هكذا القدي شوفوا معايا ما شاء الله القرمشة و مرقين و خفافين جدا جدا كان هذا و الفيديو ديالنا ديال اليوم كانت ان شاء الله يرى بانوني اللي اعجاب ديالكم باش نعرف انه عجبكم فغدينلاحظ انكم خليتوا لي العديد و العديد من اللايكات باش ان شاء الله الفيديو ديالنا يوصل العديد من الناس و حتى هم يجربوا هاد المسيم من الناس و يفرحوا بهم العائلة ديالهم كنشكركم جزيلة شكر على حسن تتبايكم و على اشتراككم في قناتكم مملكة النساء مع امل القاكم في امان الله مع السلامة